السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مرة تانية في مكرر مبادئ علم الخرايط في محاضرة النهاردة هنتكلم عن محتوى الخريطة واساسياتها ايه الحاجات اللي موجودة جوه الخريطة ايه الحاجات اللي هتساعدنا ان احنا نقرأ الخريطة وايه الحاجات اللي لازم ولابد انها تبقى موجودة في اي خريطة متكاملة طبعا عندنا حاجات كتير بتكون الخريطة خصوصا الخريطة اللي هيا الستاندرد الخرايط العادية اللي احنا عارفينها لازم يكون في الخريطة عنوان ولازم يكون فيها مقياس رسم لازم يكون فيها اطار لازم يكون فيها مفتاح او دليل وطبعا لازم يكون موجود اتجاه الشمال واحيانا شبكة الاحليسيات هنبدأ باول حاجة اللي هي عنوان الخريطة طبعا اول حاجة بيشوفها كار الخريطة هي العنوان لازم يلاحظ عنوانها علشان يعرف الخريطة دي اصلا بتتكلم عن ايه طيب الخريطة اللي عنوانها مثلا توزيع السكان في العالم طبعا باديهي هتدل على ان الظاهرة اللي بتوضحها الخريطة دي خاصة بتوزيع السكان في جميع جهات العالم طيب يعني اتفقنا على اول حاجة ان الخريطة لازم توضح الغرض اللي من اجله اتعملت الخريطة تاني حاجة لازم يكون نوع خط العنوان وحجمه مناسب علشان انت لما تيجي تقرأه يلفت نظرك وفي نفس الوقت ما يشتتكش عن محتوى الخريطة يعني ما ينفعش اعمل عنوان كبير جدا وبخط تخين ولون مثلا احمر او اي لون مختلف عن محتوى الخريطة مثلا مش اسود انا بطبيعة الحال هاركز في العنوان مش هاركز في الخريطة نفسها او هيلفت انتباهي كل شوية العنوان مكتوب مثلا بخط مختلف شكله اكبر من اللازم او اصغر من اللازم فبالتالي لازم يكون نوع الخط وحجمه مناسب بحيث ان هو يلفت نظري وفي نفس الوقت ما يشتتنيش عن المحتوى الاساسي للخريطة تاني حاجة لازم العنوان يتحط في مكان مناسب يعني ماينفعش مثلا الخريطة تبقى عن مثلا توزيع السكان في دولة معينة واجي احط العنوان في وسط الدولة دي او مثلا كرة افريقيا واحط العنوان في وسط الكرة لان كده العنوان هيخبي بعض الملامح او بعض التفاصيل اللي احنا المفروض نشوفها في الخريطة فماينفعش لازم احط الخريطة مثلا فوق في النص في مكان فاضي او احطه على يمين او احطه على الشمال او احطه تحت او احطه في مكان يعني مش هيمس الحاجة اللي الخريطة بتدرسها تمام طيب الحاجة الاخيرة لازم يكون محدد ودقيق يعني ماينفعش مثلا الخريطة دي تبقى عن توزيع السكان واكتب العنوان بتاعها او مثلا توزيع السكان في كرة افريقيا واكتب العنوان بتاعها كرة افريقيا يعني انا طبعا مانيش فاهم يعني كرة افريقيا مالهة. او هي مش مش خريطة علشان كرة افريقيا لشكلها فقط. لا ده خريط التوزيع سكان. فلو انا ما قلتش ده في العنوان انا مش هعرف. لازم اكون محددة في العنوان اللي انا هخطره. دي كمثال. العنوان فوق زي ما انت شايفين هنا. طبعا ما اختوط الخريطة عن كرة او عن امريكا. ما ينفعش ان انا اجي حط مسلا العنوان هنا. او احطره هنا انا و احطره هنا مش هينفع. لازم العنوان يبقى في مكان هو احطه فوق على الشمال اهو في مكان فاضي بحيث ان هو ما يمسش في الخريطة. وحطت جنبه السنة او الشهر الشهر اللي هو اللي اللي الخريطة دي انت جد فيه. لان في بعض الخرايط يعني مسلا خراية توزيع السكان هنفترض في سنة الفين وعشرة. مش هيبقى زي السكان في الفين وعشرين او مش هيبقى زي السكان في الفين وثلاثين. لا. ده لان العامل ده متغير. توزيع السكان ده متغير او كسفت السكان متغيرة. فمن الافضل لو في تغيير في المتغير ده او المتغير ده متغير على طول. لازم نحط الشهر او السنة اللي اتعملت فيها الخريطة دي عشان نبقى اكثر دقة. خريطة تانية هي خريطة العالم. طبعا هو كتب العنوان فوق جزء من المحيط. اللي هو الحيطة دي مش هتهمانا في حاجة يا خريطة العالم عموما استاندرد. او حط العنوان في مكان انا مش محتاجه يعني مش محتاجي اللي تحته. تمام? وحطه بخط معقول مش هيلفت النظر. واساسا بديهي ان احنا عارفين اي حد بمجرد النظر هيعرف ان ده خريطة العالم. فهو مش محتاجي الزراء اكتر من اللازم. عندنا خريطة تانية بقى زي دي. انا مش عارفة ايه المكان ده. ومش عارفة الخريطة دي توزيع ايه او مهي الخريطة دي معمولة عشان ايه? لان هي ما فيهاش اي عنوان. يعني ما فيهاش اي حاجة تدل عليها. ودي طبعا من الاخطاء الشائعة انا لو جبت خريطة بالمنظر ده انا مش هقدر اقرأ ومش هقدر اعرف هي بتكلماني.